تقارير أممية جديدة تشير إلى أن أكثر من عشرة ملايين وخمسمائة ألف سوداني نزحوا داخلياً أو هاجروا خارج البلاد منذ بدء الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل من العام الماضي فواحد من بين كل خمسة أشخاص هو نازح داخلية وأكثر من ثلث إجمالي نازحين هم من الخرطوم وما يزيد مأساة السكان أن الغذاء هو أعلى الاحتياجات المسجلة بين الأسر النازحة إذ إن أكثر من 97% من النازحين في السودان ذهبوا إلى مناطق تعاني من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد أو ما هو أسوأ على الجانب السياسي تقود قوى مثل مصر وإثيوبيا والسعودية وكيانات دولية وإقليمية حراكاً دبلوماسياً لإنهاء الصراع في السودان فقد جرت اجتماعات لأطراف الأزمة من سياسيين وعسكريين في القاهرة وإثيوبيا وتسعى السعودية إلى استئناف مفاوضات جدة في مدينة جنيف السويسرية تعقد الأطراف السودانية كذلك مباحثات غير مباشرة بين الجيش وقوات الدعم السريع بشأن إيصال المساعدات الإنسانية والتي لا تزال مستمرة برعاية الأمم المتحدة كل هذه التحركات الدبلوماسية تسعى إلى إرساء وقف لإطلاق النار في السودان والتوصل إلى اتفاق يجنب البلاد مزيداً من الانهيار خاصة عقب تحذيرات أممية ودولية من الانزلاق نحو كارثة إنسانية تصل إلى موت آلاف السودانيين جراء المجاعة ونقص الغذاء معز محمد تلات عربي